لن نغلق المدارس إلا في حالة واحدة أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام الدراسة بشكل كامل مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لافتا إلى أنه سيتم منح مديري المدارس صلاحية تنفيذ ذلك بناء على الكسافة الطلابية بكل مدرسة وشدد الوزير على أهمية تعاون أولياء الأمور لإنجاح ذلك وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية حضور الطلاب المراحل الأولى بالتعليم حتى الصف الرابع الابتدائي لأهمية هذا السن في التحصيل المباشر من المدرسة وأضاف دكتور شوقي أن الوزارة لن تلجأ لإغلاق المدارس إلا إذا قرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ذلك وسيكون طلاب المراحل الأولى هم آخر من ستضطر الوزارة لإغلاق فصولهم إذا دعت الضرورة لذلك موضحا أن جميع جهزة الدولة بتعمل معا من أجل إكمال العام الدراسي بما لا يؤثر سلبا على أبنائنا الطلاب سواء من النحية التعليمية أو الصحية وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة سوف تنتظم في جميع المدارس الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022 طوال أيام الأسبوع وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بكل وضوح أن العام الدراسي الجديد سيكون منتظم ونظاميا بحضور الطلاب طوال أيام الأسبوع في المدارس وأضاف وزير التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد سوف تبدأ الدراسة في موعدها بدون تأجيل حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوم أما الفصل الدراسي الثاني بيبدأ من يوم 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوم ترجمة نانسي قنقر